تشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإلمائي تقرير الشراكة والإسهامات الدولية لمملكة البحرين في تعزيز التماسك والإزدهار وتحقيق أهداف تنمية المستدامة جاء ذلك في احتفالية أقيمت اليوم في مقر وزارة الخارجية وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة المقيمة في مملكة البحرين شراكات شاملة مستدامة على جميع المستويات يؤثرها تقرير الشراكة والمساهمات الدولية لمملكة البحرين الذي يهدف إلى تعزيز وتنشيط الشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ففي السنوات الماضية تمكنت مملكة البحرين من العمل على تنفيذ الهدف السابع عشر والمعنى بالشراكات بجهود وطنية مخلصة شاركت لوضع الإنجازات على أرض الواقع واستعراضها أمام العالم أجمع تم عدد هذا التقرير وفق منهجية رصينة عكسنا من خلالها ما قامت به المملكة من شراكات سواء مع منظمات الدولية المتخصصة أو من خلال المساعدات الإنسانية والأغاثية التي تقدمها المؤسسة الملكية لأعمال الإنسانية أو من خلال الدعم الذي تقدمها المملكة للجانيات الأجنبية ومن خلال الجهد الإنساني الكبير الذي قامت به الحكومة في دعم الجاليات الأجنبية في المملكة خلال جاءحة كورونا وغيرها من المنجزات المشهود لها بالتميز في المملكة بالإضافة إلى الجوائز الدولية التي تحمل اسم المملكة أو تحمل اسم صاحب الجلالة أو اسم صاحبة سمو الملكة الأميرة سبيكة وغيرها من المنجزات التي نفخر بتوثيقها في هذا التقرير الخطط الموضوعة المبنية على المبادئ والقيم والرؤية والأهداف المشتركة ساهمت في تطوير هذا الملف وتحقيق الإنفتاح المطلوب والشراكات المميزة الهدف السابع عشر يخص الشراكات وكيفية الشراكات بإمكانها المساهمة في تحقيق باقي الأهداف الإنمائية السبعة والسطعش عمل جبار وجهود مباركة من وزارة الخارجية وكافة الجهات الأخرى المعنية في الشراكات والمؤسسات الوطنية وهو جهد دائما مشترك يعزز العمل ما بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية التزام تام لتعميق التعاون والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تعمل من خلاله مملكة البحرين بالإسهام بشكل إيجابي مستدام في جميع المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر